الهدوء الذي أعقب العاصفة ففي هذه التلال إلى الشمال الغربي من تعز دارت خلال الساعات الماضية معارك طاحنة هذه بعض أثارها المتقطعة في هذه المعارك تمكن الجيش الوطني والمقاومة من استعادة التب السوداء والخلوة والشجرة وأحكم سيطرته على هذه المنطقة الهامة في استراتيجية الدفاع عن المداخل الغربية لمدينة تعز هذه الإنجازات العسكرية المتلاحقة للجيش الوطني والمقاومة تأتي إثر محاولات مستميثة بذلتها ميليشيا المخلوع صالح والحوث لاستعادة المواقع التي فقدتها في هذه المنطقة إنجاز من شأنها أن يخفف إلى حد كبير من تأثير التواجد الميليشيوي على حركة انثقال المواطنين في المداخل الغربية لمدينة تعز المواقع التي تم استعادتها اليوم هي تبة الكربة تبة السوداء والفضحة وتبة الذئاب لا أقصد تبة الذئاب والتبة السوداء الخلوة أيضا تم استعادة الخلوة بهمة الرجال واستفسالهم وشقاعتهم وثاباتهم القوي ما إن تستجمع الميليشيا قواها وتبدأ بالهجوم حتى يكسروا هذا الهجوم ويتحولوا إلى مكاسب عسكرية ميدانية جديدة للجيش والمقاومة وفي سياق متصل بحصاد المعارك في شرق المدينة جال قائد اللواء 35 العميد عدنان الحمادي في الأحياء المحررة حديثا وخصوصا حيا الجحملية المعقل الرئيس لميليشيا صالح الحوثي في مدينة تعز وحيث يتواجد أول مقر الحوثيين في المدينة في هذا الحي كان القناصة يعتلون البنايات ويستهدفون برصاصاتهم الغادرة أرواح المدنيين الواحدة والآخر حتى تحولت الأحياء المجاورة بفعل أعمال القنص هذه إلى مناطق محفوفة بالخوف والموت تاركة ثقيلة خلفتها المعارك التي شهدتها مدينة تعز وخصوصا في الأحياء المحررة حديثا حيث لا تزال الألغام تحصل أرواح المدنيين وتصعب إلى حد كبير من عودتهم إلى منازلهم أو إلى ما تبقى منها بيد أن إرادة سكان هذه المدينة تبدو أكبر بكثير من هذه التحديات اشتركوا في القناة